النيابة العامة وبيان النيابة العامة في أحمد فتوح كل الناس بتقعد درجات منتظرين سأفتح معكم ملف الدرجات بعد قليل وصوتكم واصل لمعالي الوزير والمحاسبة ستنال الجميع ولكن خليني النهاردة النيابة العامة وخليني أبدأ معاكم لأن الإصلاح بيشمل كل شيء حتى الإصلاح الأخلاقي بيان النيابة العامة النهاردة في موضوع أحمد فتوح كان بيانا مهم وأنا هنا مش عايز أقول فقلبي مرارة لما لقيته من سب وإهانات لأنني ممكن أنا وقت الحادثة عملت أكتر من ثلاث لايفات والناس صحقت من النوم لقيت كل التفاصيل فناس اتهمتني اتهمات وأنا قلت أن الإعلامي لا يعرف الشماتة ولا يعرف إلا ضميره والنهاردة قدام حادث جلل أنا بنقول معلومة لكن وأنا بنقول المعلومة إنسانيا أتمنى السلامة لأحمد فتوح وربنا يشيل عنه الهم ويزيع عنه القرب لأن كلنا معرضين لهذا القرب وأنا بنقول المعلومة بدعه للسيد أحمد السيد الشبكي أمين الشرطة أن ربنا يكتبه عنده من الشهداء ويصبر أهله وكنت على مسافة واحدة من الجميع وإذا كنت تحاملت على أحمد فتوح لأنني عشان أقول إن القدوة عليه مسئولية وخطواته محسوبة أنا في فترة من الفترات كان ممكن أنا أعمل حاجات من فحشة منها دلوقتي لأن حتى لو لي حد معجب واحد فلأتق الله فبالك من فتوح له ملايين من المؤجبين والمؤجبات النهاردة من صدمتهم بدأوا يخلطوا ما بين العاطفة وما بين الجرم فعندما تخلط تضيع الحقائق إحنا قدام جريمة صنفتها النيابة العامة وصنفتها اليوم ووصفتها بأوصاف لم أرى سطورها في أي حاجة سير عبر التاريخ النيابة العامة جاء في بيانها أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم أحمد محمد أبو الفتوح لعب كرة القدم إلى محكمة الجنيات المختصة لمحاكمته فيما نسب إليه من إحراضه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي وتسببه خبأ في قتل المجن عليه السيد أحمد السيد حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر وبحال ينجم عنها الخبر حيث ثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم قاد سيارته بأحد الطرق الزاحلية بسرعة هائلة جوازت السرعة المقررة قانونا تحت تأثير طعاق جوهر الحشيش المخدر فصدم المجن عليه حال عبوره الطريق فتناثرت أشلاؤه بداخل السيارة وعلى جنبات الطريق وحدثت الوفاء كما ثبت بتقرير مصدحة الطب الشرعي احتواء العينة المحفوزة من المتهم على المادة المخدرة المشاري إليها هذا وقد استجوابت النيابة العامة المتهم وتحقيقا لدفاعه قامت بسؤال الطب الشرعي بالتحقيقات والذي جرم وفق السابت بتقرير فحص العينة بتعاق المتهم لجوهر الحشيش المخدر وهو ما أيدته تحريات جهات البحث في 2019 أحمد فتوح كان ضمن أمم أفريقيا تحت 23 سنة والفوز باللقب رفقة منتخبنا على القومي في أولمبياد توكيو 2020 فدنا بأمم أفريقيا وصعدنا لتوكيو وكان من أبرز العناصر التي ينتظرها مستقبل كبير في 2020 تعلق أحمد فتوح في أمم أفريقيا أمام الكاميرون في بطولة استثنائية خلقت منه رجما فوق العدى بالإضافة إلى تعلقه مع ندي نادي الزمالك في 2024 ومنذ أيام تم حبس أحمد فتوح لعب نادي الزمالك وإحالته لمحكمة الجنايات بتهم التعاطي مخدر الحشيش والقتل الخطأ في رسالة قوية جدا أنك لابد أن تتق الله في كل شيء حتى موهبتك التي منحها الله لك كابتن عيمن ليك كلام في الموضوع ده وإنت من الناس اللي فتوح كان معهم في المنتخب وكلمتني النهاردة قلت يعني عزائي لأسرة الشهيد وكلامي عن فتوح إن أنا مصدوم هنا كأخ كبير أو أب طبعا أنا فتوح يعني فعلا مصدوم يعني لأن فتوح أنا تعاملت معه ثلاث سنين في نادي الزمالك وعرفه كويس جدا جدا يعني من أجدع الناس وأطيب الناس اللي موجودين تعس إن هو ما تسمع له الصوت بناء ده مؤدب جدا إزاي فتوح ووصل لللي وصل له ده بدون محد يبقى مواقب عليه هو ده اللي إحنا يعني اللي أنا مستغبه طلع المستشاو مقتضى من سوء واتكلم وقال على موضوع فتوح وحد تاني معاه كل الناس قعدت حجمته وقالت إزاي يطلع يقول على العيب كده في نادي الزمالك وكلنا قلنا كده والكابتن حسين لبيب جمد فتوح والزناري ومحمد صبقي وعرضهم للبيع بعد خروجهم من المعسكر وكان من الأسباب المرقولة السهر وهذه الأمور إنت يعني يعني مجلسيا نتكلمه يعني بعد ما المستشار قالت الكلام ده يا سيد عبد النصر وفين هل أنت جبته وعملت معاه وعملت له تحليل وتأكد انت مين انت أولا كنادي كنادي اه احنا بنتكلم كنادي معلومة مهمة نجي بعديها انت خلاص تأكدت من ده ماشي وراجل ده انت شايف فيه نجومية كبيرة جدا وشايف ليه مستقبل كبير جدا وعرفت ان هو بيعمل كده هل انت حاولت ان انت تعالجه وتعرف مين أصدقائه اللي عملوا معاه كده ومين المكان اللي بيعمل مش بتعودين على ده في مصر معلش معلش مين المكان فين أصدقائه اللي بيروح يقعد معاه ومين اللي علق فتوح ده زي البلات انا بيشوفه كده طيبة لا تتخيلها عمر ما تخيل ان فتوح يشرب بأي حاجة اساسا اه طبعا ده حاجة لا تتخيل اه طبعا انا مش كنت موجود معاه في نادي الزمالك وشايفه وفي المنتخب وفي المنتخب كمان فانا بقولك يعني نيجي لنادي الزمالك بعد ما طلع المستشار وقال الكلام ده وتبين ان هو وبعد القرار عرضه للبيع وتأكد وهو المستشار يعني ما احترامي لأي حد ما بيقولش اي حاجة غلط هو متأكد ان ده حصل والناس هجمته طب بعد ما احنا هجمناه هو اللي بيبان ده ايه مش فيه تحليل ابسط حاجة في كل ده احنا اي نادي او اي منتخب او اي حد المفروض ان انت في بداية الموسم بتجيب كل لعبتك وبتعمل لعبك كلها تحليل لكل حاجة وده حصل معايا قبل كده في 2014 في المنتخب اللون بي مع الكابتن حسام البادري وكان الدكتور ايمن ايمن زين ايمن زين كان معانا من الدكتور الشاطرة جدا طبعا جدا وعملنا تحليل وطلع ان فيه لعب عندنا بيش او حشيش مش هقول اسمه يعني طبعا لانا لا مش هايزين نقول اسمه اه لا خالص ولا حد عارف ده اصلا هو مين بقى ولا حد عارف ده اصلا يا عبد الناصر يعني انت بتقول سر خطير جدا ولا حد ولا قولنا الحد الحد اليفون مهم بس ولا قولنا الحد ومع ذلك كنا راحين نلعب في السنغال اللي هي بطولة تصفيات كاس القوم الافريقية المؤهلة للمبيات وكان مسافر معانا اول ما عملنا التحليل بدون محد يشخ استبعد اوكي يعني انت مفوض بلغنا النادي وبلغنا بوه وكل حاجة كمل لعب ولا بطل ولا كمل شوية وبعد كده خلاص بطل للاسف يعني وكمل لعب المهمة جدا كان لعب مهم يعني مش لعب عادي يعني واخد بالك فانا اصدى اقول لك ايه الصلاة بناصر ان انت عندك النادي نمرة واحد لازم لازم يعمل المنتخب لما يستدعيهم من حقه يعمل ده بنعمل ده طبعا لازم تعمل احنا بالنسبة لنا بنعمل كل ده في المنتخبات لازم تعمل تحليل لكل حاجة هل المخدرات او المنشطات تستدعي انك انت تعمل كل ثلاث شهور اه طبعا حفاظا على اللائب طبعا ثلاث شهور ستة شهور ما بالك ان انت عرفت ان ده بيطعطى طبعا انت عرفت ان ده بيطعطى كنادي اهم ايه ازاي انت ما تجيبوش واخد بالك وده نجم كبير واسم ولعب مهم عندك وما تجيبوش وتشوف اللي وراه ايه وتشوف اللاعب اللي معاه مين وتشوف القصة دي ايه انت ما عملتش ده اوكي وبعد ذلك ما احترامي كمان المنتخب لعب بعدها في المنتخب مش لعب بعدها في المنتخب اه هل بعد ما هو اللي بلعب في المنتخب يعني كان بيتعاطى صح ولا غلط ما هو ده التحليل اللي بقولك ايوه كان بيتعاطى فانا اصدى اقولك دي من الحاجات المهمة جدا اللي لازم كل انديتنا بتبدأ فترة الاعداد بتعمل تحليل شامل اللي عنده اللي انت شايف انه انت شاكك فيه لازم تبص تكلم اهله لازم يبقى فيه محاسبة وقاله جمان انا انا مش فتوح بس اللي بلوم عليه انا بلوم على اهله ازاي اهله سايبينه كده وسايبينه وبعدين بلوم على كل قب دلوقتي لان الموضوع صعب جدا الصداقة والشباب كلهم الرفقاء ايه الله ينعو عليك كلهم بيجيبوا بعض طيب الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ سامي عبدالراضي رئيس تحرير موقع تيليغراف مصر والذي تصدر المشهد من ساعات الفجر الاولى للحادث وبذل هو وزملائه في الموقع جهدا يستحق التقدير والاحترام ليس لكون الكاتب الصحفي الكبير سامي عبدالراضي متخصص في شؤون القضاء والنائب العام منذ سنين وهذا مصدره ولكن لكونه صحفي دقيق وشاطر وحتى عندما كتبت على صفآتي معلومة اتصل بي فجرا وقال لي هذه المعلومة لم يتم التحقق منها فما ينفعك تتقال الا بعد التحقق فروح تحزفها على قول على الرغم اننا هو كنا وسقين انها ستصدر بنفس الصيغة ولكن قال لي ما ينفعك نستبق قرارات الميابة العامة فكان دقيقا حتى في اعطاء النصح والرد وتصدر موقع تيليغراف مصر للامانة وانا امين لا اجامل امين وفي المهنة لا اعرف الا ضميري كان من افضل الروافد التي تعاملت معها خلال هذا الحاجز امانة مع اهل الشهيد واتقاء لله في ابتلاء فتوح